المؤمنة عليها أن ترضى بالقليل وتعبد الله كثيرا المرأة المؤمنة عليها أن لا تغضب فاطمة الزهراء بإغضاب زوجها حتى لو كان زوجها سيئنة المرأة المؤمنة عليها أن تعف نفسها وبطنها وحواسها عن الغير بقدر ما تستطيع المرأة المؤمنة عليها أن تقلل من التليفون والثرثرة المرأة المؤمنة عليها أن لا ترى ما عند الناس وليس عند زوجها فتطمع ما عند الناس ولا تحصل على الذي عند الناس وعند زوجها كثير من النساء يتصور أن الكلام الطيب من المعادي أو من فلان من الناس ينقذها أو تلقي ضالتها بيه أولا هذه معصية نحن الآن انتهت هتكت حرمة المرأة المرأة عندها دور مشرف نحن معيب المرأة تكون وزير معيب تكون قاضي معيب معيب الإسلام بيه فاطمة الزهرة خرجت إلى الناس بأمر وزينب عليه السلام خرجت للناس وهذا يدلل على أن الإسلام يتيح للمرأة مطالبة بحقها والوقوف بوجه الرجل بوجه الطرية الوصول إلى مراكز عالية هذا دليل لو كانت محرمة لما خرجت فاطمة الزهرة بمحاججاتها على الناس وبخطبها العظيمة وزينب عليه السلام كانت رسول إلى الناس بعد مقتل واستشهاد الإمام الحسين إذن للمرأة دور عظيم جدا ولكن على المرأة ألا تجعل من في قلبه مرض